السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على الاشين إدريولوجيك اليانا تنتعونا كاملين كائنين في الديسكريبسيون تقدروا تطمد ما تتبعوا اليوم ان شاء الله نبدأ بأول درس في الماط ثانية بكالورية واتصال دالة عددية وهذا هو من المحاولة نشوفه اتصال دالة عددية في نقطة كذلك على اليمين واليسار والاتصال دالة على مجال والصورة تقطعة لدالة متصلة واتصال دالة الجزء تنكد ومباراة هنا تلقيام الواسطية طريقة التفرير ثنائي ودالة الجزء المرتبة هذه المحاولة نشوفهن كاملين ونبدأوا على بركتي لا تنقل الفيديو فيه ما فيش لي بارتي هذا الفيديو ان شاء الله جمع هذا لي بارتي كاملين بشكل جيد وملخصين اتصال دالة عددية واحد التعريف اتصال دالة عددية انا نشرح لكم كل شي اللي تكون افدال عددية معرفة على مجال مفتوح ايه مفتوح هذا هو مفتوح المجال مفتوح وايكس عنصر من هذا ايه كانت نتامي نقول انه اف متصلة في اكس زيرو فوقش كنقول ان اف هادي متصلة في هذه النقطة اكس زيرو اللي حققت لها الشرط شنو هات الشرط شنو هات الشرط هي اللي كانت الليمت ديل اكس في هاد اكس زيرو كتطاك ديل افدو اكس كامل كتطاك ال افدو اكس زيرو هنا واحد ملاحظة اذا كانت اف دل حدودية معرفة على اير فان اف متصلة في كل نقاط على اير لماذا؟ دل حدودية مجموعة تعريفة هي اير مجموعة تعريفة دل حدودية هي اير درها متصلة على النقاط كاملين هذا ناخد واحد الميتال ومعطينا افدو اكس كتساوي اكس أسطر وموان زا على اكس موان زا ومعطينا افدو ا اقالى زيرو نقال لك ادرس دل في اكس زيرو اقال على ا , هل تقدر فان افدو اكس فاغ ا وتحسبها عادية هنا ندعنا واحد الحاجه ان اكس موان زا هندرسو اللاملت العادية اكس أسطر وموان زا هناك كي يأتيك زيرو for example فان ايه شكل غير محدد اذا كانت اكس أسطر وموان زا سيكون موان زا سيكون شكل سيكون اكس أسطر وموان زا سيكون دل حدودية المتطبيقة هامة وماذا تفعله ؟ تفعل ذلك تفعل ذلك تطبيقنا المتطبيقة هامة من درجة ثلاثة اذا تختازل هذه مع هذه تأتي للميد X في A وتعطيك القيمة هذه سعيد تعوض هذه تختازل X مع X تبقى X و كاري بلوس X وتعوض الآن وتعطيك 3 وبما أن 3 يجب 0 3 0 يدرها غير متصلفة X مثال نفس الطريقة تدرسوا المتطبيق هذه هنا التي تضربنا في المرافق X 4 X 2 المرافق X 4 X 2 هذا هو المرافق أتمنى أن تكون واضح نحاول وغير الإشارة وضربناها لفق والتحت واختزلنا وحسبنا هذا الشيء وخرجتنا 4 F 0 يعني للميد نتاع هذه كاملة 0 خرجت 4 للميم هنا ما هي اتصال هذه العددية على اليمين وعلى اليسار أول شيء تعريف ف F متصل على اليمين X0 بحيث X 0 يعني على اليسار تكون على اليمين تكون بشكل او نفس الطريقة التي تضرب تلغف X كبيرة على X أو صغيرة ترى كيف تلغف كبيرة أو صغيرة صغيرة لا يوجد نفس القاعدة لا يوجد هنا واحدة خاصية من أجل F متصلة X0 يجب أن تتصل F على اليمين وعلى اليسار X0 لذلك بعض المرات لا ترى هذه الاتصال تجد مأزاق لا تريد على اليسار وعلى اليسار وهنا متصلة على هذه كاملة خرجت لك على واحدة متصلة والثانية ليس متصلة يعني مثلا هذه متصلة وعلى اليسار لذلك لا تتصل لذلك أتمنى أن تكون واضح مثال 1 F X هذا على اليمين وعلى اليسار وحسب F0 ودرس الاتصال على اليمين X0 ودرس الاتصال ياسار في X0 بالنسبة الامثلة غير الطباق مباشر لذلك لا تدرهم لذلك لذلك نتركز الاتصال في النقطة هذه وتركز الاتصال على اليسار وعلى اليسار وعلى اليسار هذه القاعدة الأول هذه كاملة مع هذه القاعدة الثانية لذلك أعطيكم مباشرة كما يقول بالنسبة لذلك هذا كامل وعلى اليسار ما يريد أن تخدم هذه القاعدة لذلك ممكن أن نصحك بلا مد لا تتعذب لا تتعذب أي شيء ستستفيد منها ولكن بحالة نريد أن أعطيكم غير القواعد مهمة لذلك نبدأ في الوطنية اتصال على مجال افضل على مجال إذا كانت متصلة على جميع النقاط في هذا المجال لذلك كنت متصلة على المجال كامل ستكون متصلة على جميع النقاط في هذا المجال مثلا R نتصل في الدل الحدودية متصلة لفضل المجال كامل هي الدل الحدودية الدول المتصلة بدائيا ي 유�æ trava دل الحدودية الدل الجدرية دولا البان مثلا غاز سين اكس هذه تكون متصلة هي من زائره البلوس لنفيني والزائره داخل علاش حيث لا يمكنش النقص تكون داخل الجدر بنسبة السينيس والكوسينيس را متصلين لر وبالنسبة الغاز سين اكس متصل على ر بلوس ور بلوس يم زائر بلوس لنفينيس الامين ملاحظة هندسيا اف متصل على مجال اي تكافئ المنحن السيف فقط متصل يعني اللي كانت F متصل على مجال كامل الرسم المبياني دياله مثلا هذا المجال ابا ابا اللي كانت متصل على المجال كامل فان الرسم المبياني كامل دياله يجي هاكا ثابت ما نقطعش ولي كان مثلا متصل على نقطة على اليامين وجايل هنا وعالي يعني يجيب حركة داله مثلا تشيء ويكون واحد الفارغ في الوسط وتزيد تسكمل العمليات على الدواء المتصلة إذا كانت G و F لذلك عندنا G مثلا متصلة G متصلة و F متصلة الملتشيبليكاسي ديالهم أو راهم دواء متصلة أو الجمع ديالهم راهم دواء متصلة إذا كانت وحدة فيهم ماشي متصل ودرت لهم الجمع إذاً ماشي متصلة وكذلك بالنسبة للمركب دلتين و F على G وضمك هاتشيلك عين ها هو هذا وحتى الطباق ضمك عدنا ناخده غير الميتة الأول دلة حدودية عدنا X و Karen متصلة على R ها هي وعدنا السينس دو X ها هي اخذيناها في دو X تا هي متصلة على R إذاً ما عدنا؟ عدنا الجمع إذاً الجمع ديالهم مره غادي تكون مجموعة دلتين مجموعة دلتين متصلتين على هذا المجال R او متصلتين اذاً هاتشيلكين تباقي على الطباق عادي هنا واحد الحالة عامة اذاً ما إن كتكون A و B كشو مقدر؟ كتدير F بدو A F دوب B كتتحسب عادي دول مجال مغلوق طبيعة الحرك زولي على هذا المجال مغلوق ماشي مفتوح اللي كان مفتوح كتخدم للميت وتشيلي نشوفه من بعد هتشيلي كاينتو هنا واحد طباق الاتصال على مجال هذه تتم نقول أن F متصل على هذا المجال إذا كانت F متصلة على A P و F متصل في A على اليمين par T أم لا افاق فوقش نقلو F تصل على هذا المجال لهذا كامل إذا كانت F التصل على , هذا المجال هذا و F التصل على إليمين يعني هنا كان مغلق تولي على اليمن كذلك بالنسبة لهدا نقلل أن F متصل على هذا المجال اذا كانت F متصل على هذا المجال و F متصلار في , B علي مغلق كذلك بنسبة الالتالي off يعني كي يعتادوا اليوم ولكن ليس بزاف يعني نحاول نعطيكم هذا الشيء المهم اتصال دالة الجزء الصحيح دالة الجزء الصحيح هي دالة التي تربط كل عنصر X منها بالعدد الصحيح النسبي الوحيد إن الذي يحقق هذه المعادلة هذه نرمز لصورة X بهذه الدالة يعني شيء غالبا بحالة E و X و شيء غالبا أن تحط بزاف الوطنيات بالنسبة للشيء يجب أن تعرفوا هذه القواعد يعني هذه الف متصلة وتزايدة قطعان هذه يجب أن تعرفوهم كيف تحسبوهم سهلين لنحاول نشرح الوطنيات كما قلت لكم قبل المجال A المجال F A هنا كيف تحسب صورة المجال مثلا هذه بحال قولتي ستحسب F A B سمحوا لي على الكتابة مجال A B هنا مغلوق على الأقواص المجال كيف تحسب مجال مغلق؟ تتعوض F A في F B إذا كان المجال مغلق غير من الجهة مثلا في الجهة A أتعوض F A عادي لا لديك مشكلة بالنسبة للأخرى كدرتها للميديا على اليسر ما الذي رأينا هنا تقريبا؟ هذا هو ما الذي رأينا هنا تقريبا على اليسر نحن لدينا A هنا تقريبا على اليسر لذلك ندرس للميديا B وفدو X كذلك الذي كانوا العكس كذلك تدرس للميدي F بلسة عادي تحسبها و هنا تدرس للميديا لذلك 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 أنهم يفتحون كذلك لذلك 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 الدرسة على اليسر و هنا على اليسر و هنا تلاحظ موجودة هذا كذلك تعوض فدوب بلاستها وتحسين يعني هذا القواعد مهم من تمنى تركزولي عليهم بحالة القواعد هذا هنا كذلك نفس الطريق الراغي هذا معاودين هنا انا واحدة تمارينة طبيقية مهمة الجدول هذا هو تركزولي عليه حيث بيكات تتخدم بزاف ان يجب تحسب الصورة المجرة بها سوف تحسب الصورة المجرة لدينا واحدة اجوبة يعني لهذا الشيء اللي سبق تطبيق واحد جوج تلاتها تقدروا توقفوا وتحسبوا بشوية عليكم مبارهنة القيمة الواسيطية هذه كتتخدم بزاف اذا كانت اف دل المتصل على قطعة او بي وكانت اف دو ا اف دو بي الصغر قطعا فان المعادلة اف دو اكس تقبل على الاقل حلا في او بي يعني كتشدد اف دو ا او حتي طبيق باش نفهمهم زي بين انا المعادلة هذي تقبل حلا على الاقل فهت ناقش جوج زر شنو كتدير كتتاخدها اف دو اكس هذه كاملة اف دو اكس كتتاخدها اف دو اكس كتتساوي زر كتجي تحسب لي انتحد المجال هذا هذا ا وهذا بي كتتعوض لي اف دو وناقش جوج مضربة في اف دزيرو كتتحسب عادي شنو كجتنا جتنا ناقش كنز ناقش خمسة عاش ندوك ناقش خمسة عشر اها صغر قطعة من زرو اذا الملتشيبليكاس ونتعاد ناقش جوج وزيرو اللي هما او بي صغر من زرو شنو حققاتلي حققاتلي هات الشرط شنو حققاتلي هات الشرط ايدا ان هاد المعادلة اف دو اكس اللي كتساوي زيرو هاد هاد الاكسوس طروا ناقش جوج اكسوس كاري بلوس زين كتساوي زيرو اللي اعطينا ها القيمة دي الاف دو اكس را كتساوي زيرو ايدا راها تقبل على الاقل حل لا مفياش في ناقش جوج زين رو يعني هاو تطبيق تاريو اللي اعاودوه وتتمات فمو بالمزيان اش غادي هنا ياتي انتمنى يكون واضح هات الشي دبا غادي انو كين واحد ملاحظة في مبارهنة سابقة اذا كانت اف دالرتي بقطعا على مجال اي فان المعادلة اف دو اكس زيرو تقبل حل وحيدا في ا كيفاش شو الفرق ما بين هادي وهادي هنا قال لك تقبل على الاقل تقبله على الاقل حلا في هادي المجال هنا قال لك تقبله حلا وحيدا في هادي المجال اعني في هادي المجال هنا تقبل حلا وحيدا يعني في هادي لولا تقدر تكون تقبل حلا واحد جوج ثلاثة يعني لا في ندياله تقبل حلا واحد ما يمكنش ما تقبل التاحل هادي عندها حل واحد فالثانيا تقبل حلا وحيدا عندها حل واحد فتانيا ما عندها حلا بالاقلенер عندها حل واحد. هنا يمكن أن يكون هناك حلول ثلاثة الحلول. هنا يمكن أن يكون هناك تزايدية ومتقاربة قطعا. هذه تزايدية قطعا. هناك مثال الثاني. هناك تطبيق هذا. وكذلك بالنسبة للتمرين. طريقة تفرع الثنائي. نبدأ بالمثال. يمكن أن يكون المعادلة. تقبل حل وحيدا. ألفا فهذا ما جاء 0. لذلك نفس الطريقة ستحسب. ستعطي هذه الف دو إكس. كما ترى هنا أعطينا الف دو إكس. وهذه كلمنا ستساوي 0. ستحسب الف ديال 0. وف ديال 1. ستضربون بعض ديالهم. سهلا. ها هي. ف دو إكس. 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 ستعطينا هذه العلاقة كاملة. محققة. نتعاش. نتعاد البلاسة هذه اللي عقدت عليها هي. قاعدة. محققة. هلو. بما أنها محققة أياش. إذن حسب مبارنة القيم الواسيطية. يوجد على الأقل عنصر ألفا. من هذا المجال. بحيث. إف دو إكس كتساوي. إف دو ألفا كتساوي 0. ومنه ف إن المعادلة. هذه كاملة. لعطيتها إف دو إكس. إف دو إكس تقبل حلة وحيدا. ألفا. ف هذا. لان radical هذا. لانترفال. zero A. السؤال ثاني إعطي تأطيرة للعدد ألفا. سعته. جوج فاصلة 25. دو كتسب لليه القطعة هذه. كتسب لليه. أول شكل. كتسب لليه المجال اللي عاطينك. عطينا. يا ك. كتسب صمو لي هنا يا. يا كتسب زيرو أ. دو كهنا بش تفهمهم زيلا. سنقوم بعمل المجال A قسمه على جوج لماذا قسمه على جوج؟ لكي نضعهم إلى منذ الساعة انتم تفهم انتظرون في القطعة هذه هو A و احد على جوج نعطينا القيامة A و احد على جوج في نسبة طريقة دراجة تفهم بجامعة التامريين ونفس الطريقة ولا شيئا اخر لكي تحسب لي لماذا هو لم أعطيك هنا 25 0.85 نريد أن نصل لها من الجيش تنقذ لها إذا نجد أن تنقذ لهم هي 1 على الجوج سأجدين ف 0 ف ف 1 ف 1 سوف تأخذ من هذه النقطة إما تأخذ F0 مع F1 إما F1 مع F1 مهم أنسوخ جوج دائما داخله سوف ترى في هذه النقطة F1 و F0 وماذا سالب وماذا تقدر تضربه في هذه النقطة F1 قطعا لكي يحقق لي أنه يقبل حل معادلة سوف ترى هذه الطريقة فهنا لدينا F0 و F1 وماذا سأخذنا هنا سوف تأخذ صغر قطعا 0 إذا فإن تأثير العدد ألف ساعاته هو 1 على الجوج هو هذا هذا يكون محصور ما بين هذه النقطة 0 و 1 على الجوج سوف نزيده ونصل إلى هذه الساعة 015 سوف نشد هذه البلاسة التي أخذنا ونقسمها على الجوج 1 على الجوج 1 على الجوج 1 على الجوج كذلك سوف تقسمي 0 على الجوج 1 على الجوج مع F0 مع F0 فهنا F0 مع ما تفعله ما تفعله ونقسمه فهنا 5 على الجوج 1 على الجوج أولا ما تلاحظه؟ ما تضربت هذه 1 على الجوج 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 ما تحقق ما تفعله؟ ما تفعله؟ ما تفعله؟ 1 على الجوج 1 على الجوج حال 2 على الجوج 1 على الجوج 1 على الجوج 1 على الجوج 2 على الجوج d دالة العكسية مبارهنة إذا كانت إف دالة متصلة ورتيبة قطعا على مجال إي فإن إف تقبل دالة العكسية إف موانزان لاحظ لنا بذلك دالة متصلة ورتيبة قطعا على وحد المجال إي متصلة عرفنا كيفاش كان عرفونا متصلة خصتكم متصلة على جميع النقط في ذلك المجال رتيبة قطعا هي خصتكم تزايدية أو تناقصية قطعا فإن إف تقبل دالة العكسية اللي ستحققه ليرجو الشروط فإن إف تقبل دالة العكسية معرفة على وحد المجال اللي هو الجي اللي هو إف دو إي يعني كتحسب الصورة نتعاد إي هادي راه هو المجال اللي كتكون معرفة عليه وتحقق ما يعني أولا الدالة إف موانزة دالة عكسية متصلة على هذا المجال اللي حسبناه ولها نفس منحنة تغيرات الدالة إف ثانيا المنحنة السي إف موانزة هو مماثل السي إف بالنسبة للمنصف الأول للمعلم أي دالة إجري كتساوي إكس هنا بصفة عامة تكون هذه مماثلة السي دو إف جاتك السي دو إف هكا أخرى ستأتيك هكا وهل معلم فين غادي مثلا إكس دالة مستقيم كذلك كنت جايك دائرة هكا أخرى ستأتيك من تحت دائرة هكا بالنسبة لأ واحد المستقيم كيكون هكا سنزيد ونشوفه في الوطنيات تشعيش غادي نزرب شوية هنا تأتي مدية لتصحيح تقدروا تصحيح كما كتشوفه وتخدموا التماري إذا وصلنا إلى دالة الجدر من رتبائين حالة خاصة دالة الجدر من رتبائين هذه حالة خاصة نعتبر دالة إف دو إكس فاغ إكس وستخوى مع إي زارة بلوس لنفيني في المجال الفتوح على هذا المجال زارة بلوس لنفيني لأنها دالة حدودية دائما هذه المجدر الرتبائي حاجة من جدر إكس ركتكم بتصل على شي حاجة اسميتها منه زارة البلوس لنفيني غير إلا كانت مثلا كانت عدنا غاصين إكس موى أ ولا بلوس أ مثلا نحن نقولوا إكس ندروها كما شي مشكل خاصة إكس موى أ تكون سوبرير قطعة زارة ولا كتساوي يعني أنه إكس سوبرير أو كتساوي أ إذا ما يعني؟ يعني أنه المعادلة هذه المعادلة كتساوي ليدة كتساوي ليا من أ داخلها لا أعرف كيف يطوال الخطة من أ داخلها كيف قدرناها كتساوي حتى البلوس لنفيني ما هي؟ طريقة سهلة بساف حسنا ونبعد القواعد كما تشاهدون أنه إكري كتساوي الجادر نتعة إكس من الدرجة تلعتها بدخلتي كما تشاهدون هنا أستروة وهنا الأستروة كيمشي الجادر مع الجادر كتقالية إكس كتساوي إكري أستروة وكذلك بالنسبة لها دوقا واعد نقلوهم ونقلوهم ونقلو عليهم حتى تتخدموه كثيرا هناك طبيقات من الدرجة من الدرجة أستاذ وكذلك مع الوقت تتخدموه كثيرا تقدروا تتخدموه وتتخدموه وتتخدموه قليلا ذلك الجيد من الرتبة الحالة العامة نعاوض ثلاثة بئين خاصيات كما كتلاحظ كانت تاخذتهم وتغيرهم وكما تلاحظ عنrones عندك نفس الرتبة إن بره تقدر أنك تدخلهم من الداخل بحالك نضع غصين ثلاثة مضروبة في غصين سبعة مثلا أم لا أشجد غصين ثلاثة فو سبعة ولا هي غصين واحد وعشرين هذا بالمثال كذلك بالنسبة مثلا عندك غصين ستا إكس بلوس ستا غصين أ يعني الضرب ما كيش البلوس هنا سمحوا لي الضرب تجيكي غصين متاع ستا متاع إكس فو أ يعني غيقة واعدة دوما كذلك بالنسبة الديفيزيون بالنسبة لعنية توم قواعد سهلين حتى اللي نارني كملت الدرس كامل يعني أعطيتكم القواعد المهمين اللي كيتخدموا بزاف ونشوفكم في امتيحة الوطنيات والدرس الجاي إن شاء الله موسيقى